مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم في كل مكان في هذه التغطية الخاصة بحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا والحية أنه بعد حالة الطقس السيء وسقوط الأمطار في العديد من المحافظات والمناطق بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد انقفاض في حدة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية مع استمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط الرياح وانقفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القهرة الكبرى وشمال الصعيد ومن المتوقع أيضا أن يسود طقس لطيف على القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد وبالنسبة للزواهر الجوية المتوقعة غدا الأحد فبتتوقع هيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة تكون راضية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري وهي محافظات مطروح الإسكندرية البحيرة كفر الشيخ ضمياط بورسعيد العريش وتكون الأمطار مصحوبة بنشاط الرياح على فترات متقطعة أيضا كما يتوقع أن تشهد مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء والدقالية والغربية والشرقية البنوفية رأس غارب زعفرانة سانت كترين سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة أيضا كما يستمر سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد كما حذرت أيضا الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اندهاد حدة الأمطار الرعضية على الإسكندرية يصحبها سقوط أمطار غزيرة ونشاط للرياحة أشرت أيضا هيئة الأرصاد الجوية إلى أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أنه من المتوقع أن تؤثر على مناطق من شمال الدلتا ومن المتوقع أيضا أن تتقدم للداخل لتشمل مناطق متفرقة من الدلتا وتكون قليلة في الحدة أما عن حالة التقس ليلا فيسود تقسماء للبرود على كافة الأنحاء وفي إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين قررت عدد من المحافظات التي تشهد سقوط أمطار تعطيل الدراسة في جميع المدارس بتلك المحافظات حيث قررت محافظات القهرة والجيزة تعطيل الدراسة غد الأحد حفاظا عن سلامة الطلاب وتحسبا لزيادة سقوط الأمطار بعد موجة التقس السيء التي شهدتها محافظات القهرة الكبرى اليوم كما قررت أيضا محافظات القليبية كفر الشيخ البحيرة الإسكندرية مطروح ضميات المنوفية تعليق الدراسة غد الأحد في جميع المدارس حفاظا على صحة وسلامة الطلاب أما حول الظواهر الجوية المتوقعة الـ 22 من نوفمبر فبتتوقع الهيئة العامة للأستاذ الجوية استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة من 40 إلى 50% بالإضافة إلى ظهور شبورة مائية من الساعة الخامسة إلى السابعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سينة أيضا وجهت الهيئة العامة للأرصاد عددا من النصائح للمواطنين أثناء سقوط الأمطار العضية وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد وتستمر لغد الأحد كما نشدت المواطنين بتجنب الوقوف تحت الأشجار العالية واللوحات الإعدادية وعدم ملمسة عمدة الإنارة والابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعضية ونختتم مع حضرتكم هذه التخطية بدرجات الحرارة غدا الأحد القاهرة العظمى 20 والصغرى 15 الإسكندرية العظمى 20 أيضا والصغرى 16 درجة مطروح العظمى 20 والصغرى 15 سهيج العظمى 22 والصغرى 15 قناة العظمى 23 والصغرى 15 أما عنا أسوان فالعظمى 25 والصغرى 16 درجة إلى هنا نكون وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه التخطية الخاصة بحالة التقصي بشكر حضرتكم شكرا جزيلا للصيبة المتابعة وانتظرونا في تخطيات جديدة على مداري اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء